ازاي الثقة تنمو ثقة المصريين تنمو في القطاع المصرفي ايه؟ اقول لك تعالا بص يا ترى هل ترى هل ترى هل في تنامي لثقة المصريين في القطاع المصرفي؟ انا كل مرة بضرب لك المثل لو تفتكر بشهادات قناة السويس كانت شهادات اظن ب12.5% سنوي ان لما حطش الشهادة ضاعت عليه خسارة والله العظيم كانوا قرشين حلوين دو ساهموا في تعليم العيال طيب حجم الودائع لدى القطاع المصرفي اكتر من خمس اضعاف زيادة في اجمال الودائع في مارس 2014 كان عندنا 1.4 من 10 تريليون جنيه ودايع مارس 23 تتشود ما شاء الله 9.2 من 10 تريليون جنيه ثقة دي ولا مش ثقة؟ طيب التوزيع النسبي للودائع في مارس 2023 بالعملة المحلية والاجنبية تعالا كده نشوف مع بعض يا ترى القطاع العائلي عامل ايه يا روز في روح يا نوفمبر تعالا يا نوفمبر ايه يا اهي بالنظارة بص يا عامل القطاع العائلي هاوسهولد 59.2 من 10 في المية الناس احنا انا وحضرتك طيب تعالا نشوف القطاع الحكومي 22.2 من 10 في المية طيب قطاع الاعمال الخاص 15.6 من 10 في المية طيب قطاع الاعمال العام قالك 2.3 من 10 طيب العالم الخارجي قالك ايبا قالك 0.6 في المية طيب الشيكات والحوالات المشتركة 0.1 في المية دي التأسيمة طيب تعالا نشوف بقى تحسن القطاع المصرفي في مارس 14 الى مارس 23 مارس 14 احنا قلنا عندنا السيولة المحلية كانت 1.4 من 10 السيولة محلية وصلت لـ 8 تريليون اجمال الودائع وصل لـ 9.2 من 10 تريليون تعالا نشوف اجمال الاصول وده مهم جدا بالمناسبة الاصول ده شيء مهم قوي 1.8 من 10 تريليون في 2014 حضرتك عارف في مارس وصلوا لقد ايه اصول 13 تريليون يجي يقولك ده تقييمكم هو انت فاكر ان احنا تتحين كوشكة حاجة ساعة تحت بيه لا مش كوشكة حاجة ساعة هو تحت البيت بقطاع مصرفي يعني بنك مركزي بنك مركزي يعني القطاع المصرفي الدولي يعني كل اشاية بتتقيم بميزان الدهب كل اشاية فتقييمه الاصول بمنتهى منتهى منتهى تلاتة منتهى الدقة طيب ارصدت التسهيلات الاقتمانية كانت 0.6 تريليون ارصدت التسهيل الاقتمانية وصلت الـ 4.5 تريليون طيب تعالا نشوف التوسع في نشر الخدمات المصرفية في كافة انحاء الجمهورية ديسمبر 2014 كان عندي 7,290 مكنا ديسمبر 22 بقى تقريبا 22 ألف مكنا حاجة عظيمة طيب عدد بطاقات الاقتمان كانوا 2.5 مليون بقوا 5 مليون اضعف وش عدد المكنات 3 أضعاف تقريبا طيب وغير طبعا الطبيقات اللحظية والتحويل المباشر عبر الهاتف والمحافظ طيب الـ P.O.S.S نقاط البيع كانت 50800 نقطة بقت 198800 نقطة الـ P.O.S.S دي بالمناسبة المكناة اللي انتم تدفع بيها لما بتروح تتغنى ولا تشتري حاجة محتاجة بتاع تريرين كده دي أنا زدتي دي ما بحبهاش لانا معناها انها بدفع فأو الله نفسي مرة أعمل يتحطري فيها فلوس مش تتساعد منها فلوس طيب تعالا نشوف زيادة عدد فروع البنوك مارس 2014 كان عندنا البنوك كان عندنا 3690 عدد فروع البنوك بقينا 4649 تعالا نشوف أسعار العائد على الليلة الوحدة في يونيو 2014 كان الكوريدور بتاعنا تمانية وربع في المية دلوقتي أنا عندي 18 وربع في المية هتيجي تقول يوسف أنت رأيك 18 وربع في المية دي حلوة أقولك يا حلوة أنها بتحافظ على فلوس الناس أنا أمل حياتي إيه أمل حياتي أنه إحنا ما نحتاجش كل ده أنه معدل التضخم ينخفض ومن سمى أسعار الفايدة هتنخفض ومن سمى الناس تبع عندها قدرة أكتر على أنها تقدر تستخدم فلوسها ما بين الإنتاج وما بين الاستهلاك